موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله القائل في محكم التنزيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الأخوات المواطنات الأخوة المواطنون في الداخل والخارج سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بداية نسمحولي أن نعرف لكم باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة عن عظيم التهاني وخالص الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلنا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على بلدنا وشعبنا وقد تحققت تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية وهي تهنية مخصوصة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله العتيق وموصولة أيضا للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العجيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذين يسخراني لخدمة الحجيقي وتأمين المناسك كل الجهود والإمكانيات سائلين المولى أن يحفظ أرض الحرمين وأن يعمى الحقير والسلام أرجاء بلاد المسلمين كما يهنئوا بهذه المناسبة الدينية الجليلة رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية الذين ينتشرون في كل ربع الوطن دفاعا عن أمنه واستقرار بلادنا ونظامه الجمهوري أيها الأخوة المواطنون أيها الأخوات المواطنات إنه لمن دباع السرور والبهجة أن أتحدث إليكم في عيد الأضحى للمرة الأولى من مدينة المكلة عاصمة حضرموت كبرى محافظاتنا وأكثرها عطاء في حياة اليمنيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا بإذنه تعالى حضرموت التي ذكرت منذ البدء في كتاب التكوين وبسورة كاملة في القرآن الكريم حضرموت التي أرسى الدعائم مدرسة نادرة في التاريخ الإسلامي ونشرت رسالة التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها لا عن طريق شيئا آخر غير المعاملة والمحبة والقدوة الحسنة لكن حين يتعرض اليمن للمخاطر حضرموت هي فعل المقاومة الأول في وجه الغزاة والتطرف والإرهاب تماما كما تقسل ذلك في ملحمة الشحر التاريخية ضد الغزو البرتغالي وفي معركة تحرير المكلة من عناصر الإرهاب والتخريب التي تشرفنا بتكريم ربزي لشهدائها هذا اليوم أو في هزيمة جحافل الإمامة المتخلفة في القرن السابع عشر الميلادي الذين أغرقوا البلاد آنذاك بالدمار قبل أن يكسرهم أبطال حضرموت وتبتلعهم صحاريها مع فكرتهم الفاشية التي لم تقد على أرضها قديما وحديثا موطي قدم حضرموت التي يعرفها العالم اليوم وهي المنطقة التي يبدع أبناؤها في كل مكان هي منطلق الشعر مع إمرو القيس وإرث بن خلدون وأدب علي أحمد باكثير والمفكرون والدعاها المجددين على نهج الدين للمعاملة وهي أيضا دوحة الفن والغناء والطرب الأصيل ما تزال حضرموت تعلمنا كل يوم دروسا في الالتزام حيث يواجه الثنائي القاتل للشعب اليمني السلاح والقاتل مقاومة ذاتية من المجتمع الحضرمي وسط كل هذا الخراب الذي زرعته الميليشيات في أرجاء البلاد وفوق كل ذلك فقد كانت حضرموت محافظة فريدة حين استقبلت نازحي الحرب من كل المحافظات لكن ليس إلى مخيمات بل إلى منازل أبنائها الذين تقاسموا معهم سبل العيش في واحدة من إشراقات هذه المحافظة السخية لذلك فنحن على ثقة أن حضرموت بما تكتزنه من فرصا اقتصادية واعدة وإرثا حضاريا وثقافيا عريق ستكون بالفعل كما كانت على الدوام قاطرة للدولة والمشروع التنموي المشروع الذي سيعيد تعريف علاقة اليمنيين بأنفسهم لتكون قائمة على العمل والإنتاج والتعاون وليس على أساس العرق أو اللون أو المذهب المشروع الذي يعزز علاقاتنا بجيراننا على أساس الأخوة الصادقة وحماية المصالح ومواقهة التحديات المشتركة أيها الأخوة والأخوات سواء كنا في عدن العاصمة الموقعة للجمهورية اليمنية أو في حضرموت سنعمل بذات القدر من صدق الانتماء وإنصاف القضايا العادلة بعيدا عن أي استغلال أو تأويلات تبعدنا عن هدفنا المصيري المتمثل في توحيد كافة الجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من نظام مولاية الفقه ووفاء لذلك الهدف فقد تعهدنا في خطاب القسم أننا وإخواني أعظام إجلس القيادة الرئاسي نعمل على وحدة الصف والسير على قاعدة الشراكة والتوافق وها نحن بعد مرور أكثر من عام على تلك التعهدات ما زلنا متحدين حول ذلك الهدف الاستراتيجي وما زلنا على يقين أيضا أن السلام المنشود القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا لا ينبغي أن تكون غاية مطلقة وإنما وسيلة لإنهاء الحرب وتهيئة الظروف أمام جميع المواطنين نساء ورجالا لإعادة بناء بلدهم ومؤسساته الوطنية على أساس العدالة والمواطن المتساوية وحق الدولة الحصري في احتكار القوة وسلطة إنفاذ القانون ومع ذلك تستمر الميليشيات الحوثية في نهجها المضلل بشأن مسار السلام وتفسير مبادراتنا الإنسانية لتخفيف معاناة أهلنا في صنعاء ومناطق سيطرتها على أنها مكاسب وانتصارات سياسية لها الحقيقة أيها الأخوات والأخوة أن جهود السلام لم تحقق أي تقدم حتى الآن على مختلف المسارات رغم الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبدلها أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثان الأممي والأمريكي إذ تستمر الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في اعتداءاتها العسكرية واتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وتغليب مصالح قياداتها دون اكتراث لمعاناة اليمنيين من أبناء شعبنا في الداخل والخارج وفي حين تصل العائدات السنوية للميليشيات الحوثية إلى أكثر من أربع مليارات دولار مقارنة مع مليار ومئتين مليون لدى الحكومة الشرعية فإنها تواصل المزايدة بالأوضاع الإنسانية وتبديد تلك الأموال الكبيرة في خدمة مصالح قياداتها على حساب معاناة الموظفين والمواطنين في مناطق سيطرتها لقد كان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الموعد لتقديم المبادرات والتدخلات الإنسانية الطارئة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان آخرها إجلاء آلاف الرعاية من أهلنا العالقين في السودان إلى مطار عدن وصنعاء وتسهيل نقل الحجاج من مطار صنعاء عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية التي جمدت الميليشيات عبثا أرصدتها المالية في مناطق سيطرتها ورفضت طلب الشركة بتحويلها لشراء طائرات جديدة إننا ننظر إلى تلك التدخلات والمبادرات الحكومية كالتزام دستوري وأخلاقي غير أن الطبيعة الفاشية للميليشيات الحوثية لن يهدأ لها بال حتى تتوقف رواتب جميع الموظفين في كل مكان وإغراق البلد في الفوضى وأزمة إنسانية شاملة لكن مصير هذه النوايا الخبيثة هو الفشل لا محالة في كل مرة وإذ يشعر مجلس القيادة الرئاسي بحجم المعاناة والكارثة المضاعفة على أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيات الحوثية فإنه يأكد عدم ادخار أي فرصة لإطلاق المزيد من المبادرات الإنسانية في تلك المناطق وتمكين شبابها وريالها ونسائها من حقوقهم الدستورية ودعم تطلعاتهم في الحرية والكرامة وإنها ظلم الميليشيات الغاشمة أيها الأخوات والمواطنات أيها الإخوة المواطنون سيظل الملف الاقتصادي والخدمي وفي المقدمة إيجاد الحلول الجذرية لأزمة الكهرباء شغلنا الشاغل في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وبدعم من أشقائنا الأوفياء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإنه مما يحز في النفس أن جاء هذا الصيف قبل إثمام المشاريع الإسعافية في قطاع الطاقة لكن العمل جار لتأمين أكبر قدر من ساعة التوليد جنبا إلى جنب مع المساعي الحفيثة لتغيير أنظمة الوقود لشبكة الكهرباء الحكومية بالكامل وإنها فساد الطاقة المشتراه في هذا القطاع الحيوي ولا شك أن التحسن في إمدادات الخدمات العامة مرهون باستقرار المؤسسات والعمل من الداخل في أوساط المواطنين وتلمس أوضاعهم وتشارك معاناتهم وتطلعاتهم المستحقة وفي هذا السياق نوجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لضمان استقرار أعضائها وشاغل وضايف السلطة العليا المعينين بقرارات جمهورية للاستقرار في الداخل والعمل من المحافظات المحررة وتطبيق اللوايح القانونية بحق من تخلف عن تنفيذ ذلك وعلى صعيد المالية العامة فإننا نتوقع هذا الشهر إن شاء الله الحصول على تمويلات من الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة دعما للإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار العملة المحلية والحد من عجل الموازنة المرتبط بتداعيات الهجمات الهرهابية للميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وإنني أغتنم الفرصة في هذه المناسبة للإشادة بالتدخلات الإنمائية والإنسانية للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي دشنا منها هذا الأسبوع على أرض حضر موت أكثر من عشرين مشروعا حيويا تم تنفيذها وتمويلها عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار الإيمان أيها الأخوة المواطنون أيها الأخوة المواطنات بينما يمضي الغالبية منا إجازاتهم العيدية وسط عائلاتهم ومحبيهم فإن ثم جنود بواسل لم يكلوا ولن يكلوا عن المرابطة في الجبهات والميادين المستعرة دفاعا عن الجمهورية ومكاسب وردع الاعتداءات والهجمات الحوثية المستمرة وحفظ الأمن والسكينة العامة للمواطنين كما أن ثم مناضلون أبطال من شهداء الحرب وجرحاها ومغيبين في أقبية الميليشيات إلى هؤلاء جميعا نرسل اليوم أعظم التحيات وأخلصها مع تجديد عهد الوفاء لتضحياتهم والإمتنان لعظيم تضحياتهم التي ستثمر نصرا مؤزرا بعون الله تعالى كما نسأل المولا تعالى في هذه الأيام المباركة أن يعيد حجاج بيت الله الحرام سالمين غانمين مغفرة من الله وهداية إلى طريق الخير والوئام وأن يوفقنا سبحانه جميعا إلى ما فيه خير شعبنا وأمنه واستقراره إنه سميع مجيب مجددا كل عام وأنتم والوطن بألف خير الرحمة للشهداء الشفاء للجرحة والحرية للأسرى والمختطفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة